يعقد مجلس نواب الليبي اجتماعا رسميا لمناقشة التطورات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمع إجراؤها في الرابع والعشرين من ديسمبر الجاري وبحسب مصادر محلية ستكون مسألة رئيس المفوضية العليا للانتخابات على ما سموها خروقا للقوانين الانتخابية محور هذه الجلسة وتأتي دعوة مجلس نواب الليبي بعد استبعاد اللواء المتقاعد خليفة حفتر من السباق الرئاسية ثم إعادته للمنافسة في الانتخابات وتنتهي مرحلة الطعون غدا الاربعاء ومن المزمع أن تبت المفوضية العليا للانتخابات في القائمة النهائية للمتنفسين على الرئاسة من طرابلس ينضم إلينا مرسلنا عبد الناصر خالد عبد الناصر إذن هذا الاجتماع ما الذي ينتظر أن يصدر عنه نعم نضال هذه الجلسة المغلقة في مدينة طبرك في مقر مجلس النواب الموقت متزال مستمر حد هذه الساعة لكن لن ينتظر أن تترشح أو يترشع عن هذه الجلسة أي مخرجات ويعود السبب إلى أن عدد عضاء النواب الحاضرون لهذه الجلسة هم أقل من النصاب القانوني لاتخاذ أي قرارات فعلية فيما يتعلق بتطورات العملية الانتخابية وينتظر أن يلتحق بالجلسة المغلقة رئيس المفوضية عماد السايح في مساءلة حول الإجراءات التي اتخذتها المفوضية الوطنية العليا حيال هذه العملية خاصة أنه التقى برئاسة مجلس النواب النائب الثاني الذي يدير هذه الجلسة حميد حومة وتحدثا عن آخر تطورات العملية الانتخابية وما حصل من مشكلات أثارت الكثير من الجدل بالنسبة للليبيين خاصة فيما يتعلق بالمترشحين المثيرين للجدل كذلك مسألة عدم التوافق ما بين الأطراف الليبية فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية كذلك التخوف من مسألة عدم قبول الأطراف الليبية للنتائج في المقابل تتعالى الأصوات أصوات الرافضة للعملية الانتخابية ضرورة تأجيل هذه العملية الانتخابية حتى يتم فعليا الاتفاق أولا على الاستفتاء على الدستور وأيضا القوانين أو تعديل القوانين الانتخابية كذلك حسم الأمر فيما يتعلق بالمرشحين المثيرين للجدل كذلك تعاهد هذه الأطراف الليبية بقبول النتائج أي كان شكلها يعني هناك تخوف من أن تنهار عملية خارطة الطريق كذلك تعثر مخرجات الحوار السياسي والعودة إلى نقطة السفر أي إلى السرع المسلح من جديد نضال شكرا لك عبد الناصر خالد مراسلنا من طرابلس شكرا لكم